تدرج الصفات في الجدول الدوري الحديث طاقة التأيّن عناصر الجدول الدوري الحديث رتّبت العناصر في الجدول الدوري الحديث بناءً على تدرّجها في العدد الذري وهو عدد البروتونات الموجبة الموجودة داخل النواة أو عدد الإلكترونات السالبة التي تدور حول النواة وذلك لتساويهما وبذلك تعتبر الذرة متعادلة كهربائيا أما إذا فقدت الذرة إلكتروناً أو أكثر فإنها تسمى أيوناً موجباً أو كاتيون وذلك لأن عدد البروتونات الموجبة زاد على عدد الإلكترونات السالبة أما إذا اكتسبت الذرة إلكتروناً أو أكثر فإنها تسمى أيوناً سالباً أو أنيوناً وذلك لأن عدد الإلكترونات السالبة زاد على عدد البروتونات الموجبة وهذا يعني أن الأيون هو ذرة أو جزيء له شحنة ولكي تتحول الذرة المتعادلة أو الجزيء المتعادل لأيون موجب أي لكي تفقد إلكترونا من المدار الخارجي فإنها تحتاج لطاقة تسمى طاقة التأيون وهي الطاقة اللازمة لنزع إلكترون واحد من المدار الخارجي للذرة المتعادلة وتحويلها لأيون موجب أو كاتيون وهذا يعني أنه كلما اتجهنا من اليسار لليمين في الجدول الدوري الحديث زاد عدد الإلكترونات السالبة وزادت شحنة النواة الموجبات أيضا فيقل بذلك حجم الذرة وتزيد طاقة التجاذب بين شحنة النواة وبين الإلكترونات السالبة التي تدور حولها فتزيد الطاقة اللازمة لنزع إلكترون من مدار الذرة الخارجي أي تزيد طاقة التأيون وإن اتجهنا من أعلى إلى أسفل في الجدول الدوري الحديث فإن عدد مدارات الإلكترونات السالبة التي تدور حول النواة سيزداد مما يؤدي لزيادة حجم الذرة وزيادة كذلك المسافة بين النواة الجاذبة وإلكترونات المدار الأخير فيصبح من السهل على الذرة فقد إلكترون من المدار الأخير أي تقل طاقة التأيون